من جديد يعود ملف الاعدامات في العراق إلى الواجهة بعد الاعلان عن قيام حكومة الكاظمي باعدام واحد وعشرين معتقلا في سجن ناصرية في سياسة انتقامية متواصلة اعدامات ثأرية أو تصفية المعتقلين الذين ينتمي غالبيتهم إلى طائفة معينة ومن محافظات بعينها تجري وسطا عدام أسس المحاكمات العادلة وتسيسها لصالح أجندات طائفية بحسب المنظمات الحقوقية حيث تنتزع الاعترافات تحت التعذيب وذلك عقب زج المعتقلين في السجون بتهم كيدية من المخبر السري وجبة الاعدامات الجديدة لم تغب عنها الادانات الحقوقية اذ وصفت منظمة العفو الدولية عمليات الاعدام بالانتقامية مطالبة السلطات الحكومية بوضع حد لتلك العمليات المستمرة في العراق مطلب شددت الأمم المتحدة كذلك على ضرورة الالتزام به مرجحة مواجهة مئات السجناء في العراق المصير نفسه في ظل وقوع انتهاكات متكررة في محاكم العراق انتهاكات القضاء لا تبدو انها قد تصل في المنظور القريب الى نهاية مؤكدة فبحسب هيومان رايس ووتش فان القضاء في العراق تجهل عمليات التعذيب التي تطال المعتقلين كما ان القضاءة مستمرون في الاعتماد على اعترافات انتزعت تحت التعذيب معطيات تؤكد جميعها ان احكام الاعدام التي احتل العراق المرتبة الرابعة كاكثر دول العالم تنفيذا لها تأتي تنفيذا لسياسة الانتقام الطائفية وهو ما اشار اليه المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الذي اكد ان الحكومة الحالية تستخدم سلطتها وتحديدا قانون اربع ارهاب كذريعة لتصفية المعتقلين في ظل وجود سجون تخضع عادة لاشراف قيادات ميليشيوية وبحسب متابعين للشأن المحلي فان العراق سيواصل تصدره المشهد العالمي كاحد ابرز المسالخ البشرية طالما ظلت المنظومة الحاكمة باقية والتي بات الفساد ينخر جميع مؤسساتها ولا سيم القضاء